درسنا اليوم هو عن حرف الار this is capital R هيده الار الكبيرة and this is lowercase r وهيده الار الصغيرة قبل ما نبلش بدرسنا خلينا نسمع سوا هالغنية let's learn about the letter r this is a capital R this is a lowercase r you know how the r looks now let's make the letter r sound ر... ממ�ح R is for red R is for robot R is for rocket ship R is for run R is for rose R is for rainbow You know some R words Now let's make the letter R sound R, 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 R Your turn R, 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 R And now we have a game What could this be? What could this be? Those look like some buttons How they? Some legs Some legs I know What is this? I don't know what it is You know what this? This is a robot This is a robot A robot means robot Robot starts with the letter R Robot starts with the letter R شو يعني رجل إلي؟ يعني روبوت R is for what? is for robot and now the second word هلأ الكلمة التانية capital R and lower case R that look like sun arm هيدا الشي بيشبه الإيد is that a food and that may be a tail هيدا ممكن تكون رجل وهيدا يكون زيل هلأ منشوف this look like some kind of animal هيدا هيدا حيوان أو نوع من أنواع الحيوانات two ears إدنتان I think I know what is this this is a raccoon أنا يمكن عرفت شو هيدا الشي هيدا raccoon raccoon بيبلش بحرف الر raccoon start with the letter R R is for what? is for raccoon good job وهلأ هنركب هالبوزل سوا this is capital R and lower case R هاو دي الار الكبيري والار الصغيري that piece does not go there try another one هيدا القطعة ما كان محلة منجرب غيرها هيدا اجت بمطرحة صحيح وهيدا كمان اجت بمحلة you are doing great بعد عنا ثلاث قطاع هايدا اجت بمطرحة very good بيانت معنى الشامس الشامس يعني السان وبين معنى رينبو رينبو قوس قزح بيبلش بحرف الر سنوصل الكلمة عالصورة المناسبة إلا هنبلش بأول كلمة R الراكت شو يعني؟ يعني صاروخ وين عنا صاروخ هون? هايدا هي صورة الصاروخ منوصلون تاني كلمة R روز شو يعني؟ يعني ورده وين في ورده؟ هاي دي ورده منوصلة R رابط شو يعني؟ يعني أرنب أرنب وين الأرنب؟ هون؟ منوصلة R ريك يعني مجرفة هاي دي المجرفة واخر كلمة واخر كلمة الرينج شو يعني؟ يعني خاتم هاي دا الخاتم هاي دا الخاتم بهايدا المقطع هنتعلم كيف منكتب بالكابيتال واللور كيس R هنبلش بالكابيتال R خط عمودي من الأعلى للأسفل نصف دائرة من الأعلى للوسط وخط مائل من الوسط للأسفل سمي سيركل and oblique line very good هلا هنكتب lower case R one line down from the middle to the bottom good job خط جالس من الوسط للأسفل وإذا شايفين كيف عم يعملها بيعملها مثل البرمي صغير one line down good job هنرجع نكتب بالR الكبير يلي هي الكابيتال R one line down semi-circle and oblique line very good one line down semi-circle and oblique line good job خط من الأسفل خط من الأعلى للأسفل نصف دائرة من الأعلى للوسط وخط مائل من الوسط للأسفل بعد ما رسمنا الـ capital R رح نرجع ونرسم lower case R one line down حتى نتعلم سواء انطرونا بحصص جديدة لعمل شكرا لعمل موسيقى لعمل موسيقى لعمل لعمل لعمل